الفاصل حقق مركز دبي للسلع المتعددة ناجاحا منقطع النظير في فترة عمره القصير التقيت أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول للمركز في برج الماس وسألته هل أصبح لدينا مركزا حقيقيا للسلع وليس مركز أعمال فحسب بالتأكيد نحن الوقت الحالي متواجدين في برج الماس طول برج مكاتب في الشرق الأوسط تمثل حوالي 300 شركة في مجال المجوهرات ولي نشوف الفترة هذه أن الشركات اللي تنظم إلى المركز تنظم إلى المجموعة إلى الكميونيتي مثل ما تشوفين اللي مرتبطة في تجارة السلع وصلنا لحوالي 2800 شركة 750 شركة استخدامناها في 2010 وأتوقع أن في 2011 نتعد على هذا الرقم القياسي 750 شركة جديدة 725 شركة جديدة تنظم في العام الأخير إلى المركز لماذا برأيكم؟ الفرصة أتوقع أن البنية التحتية اكتملت وفي نفس الوقت الأسعار جذابة فرصة لن تتكرر في المستقبل فإذا كان فيه نوع من التردد والغيرة الشركات هذه لم تطورت لتأخذ هذا القرار في 2010 ونتوقع بعد استخدام الشركات تستمر في 2012 عندما نتحدث عن البنية تحتية ملائمة لشركات تعمل في مجال السلع المتعددة عما نتحدث عمليا سيد أحمد؟ غير المكاتب وغير الفائدة الإطافية التي تستفيد منها الشركة من ناحية الفريزون نوفر منصات خاصة للتجارة مثل برصة بيل الذهب والسلع برصة بيل الألماس برصة بيل اللولو مخازن للذهب مخزن للذهب مخزن للألماس مصافي فعالة في مجال الذهب بالإضافة إلى خدمات مالية مثل صناديق أموال قائمة على السلع التي استقطبت جوائز أفضل صندوق في 2010 و2009 سيد أحمد غلال عمركم القصير هل تعتبرون بأنكم قمتم بدور فاعل في تحفيز حركة التجارة والتداول بالسلع في المنطقة؟ بالتأكيد مركز بيل السلع متعدد عن طريق برصة بيل الألماس وبرج ألماس وتطبيق نظام الكمبر للألماس الخام لاحظنا زيادة في تجارة الألماس في بدايات الدي ام سي سي كانت بضعة ملايين دولار من ناحية تجارة إلى ما يقارب وما توقعه في 2010 يوصل فوق 30 مليار في سنة واحدة والعام على ما أعتقد كان فوق العشرين مليار لماذا اخترتم أن يكون هذا كله وكل هذه البنية التحتية في قلب منطقة سكنية؟ هو أكثر من ناحية توجهنا إلى توفير بيئة متكاملة فنادق، شقق، مكاتب، مكاتب للأجار، مكاتب للتملك وشغل الجار، شغلنا، فهذا من شأن طبيعة التنافس في دبي من ناحية المناطق الحرة فبالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة نتنافس مع المناطق الحرة من ناحية الأسعار والخدمات وبالذات بعد توفير بيئة متكاملة مثل ما ترون كيف تتنفسون مع بقية المناطق لجهة الأسعار؟ ممكن أن تعطينا فكرة عن الأسعار ليبدأ منها تسجيل الشركات الصغيرة لنبدأ بها في منطقة دبي للسلع المتعددة؟ لأن أربط نفسي في سعر معين لكن اللي أقدر أكد لك هي أن الفريزون نفسه الفريزون نفسه من ناحية الأسعار ما لا أي منازع بالنسبة للمراكز الثانية ومن ناحية الجودة نفسها ومن ناحية المتابعة مع الشركة نفسها سبيل المثال 90% من الشركات اللي في 2010 سجلناها سجلناها خلال أسبوعين على الكثير وهذا ربما من الحوافز اللي يمكن أن يراها خاصة رواد الأعمال اللي يبدأون أعمال في بداية حياتهم مهنية ويكون من الصعب ربطهم بعملية استئجار أو امتلاك مكتب أليس كذلك؟ مركز بالسلع المتعدد توفر خدمات للشركات الكبيرة الصغيرة والمتوسطة هل تعتبرون أن المنطقة هنا اكتملت بشكلها النهائي أو اقتربت من الاكتمال متى ترونها كما تريدون أن ترونها منطقة ناضجة؟ أتوقع أن 2011 هي السنة اللي يعني نكمل تكون منطقة متى كاملة يعني واللي ما تبقي أشياء بسيطة مثل ما يقولون بيوتوفيكيشن للمشروع يعني بس أما البنية التحتية كاملة والوصول إلى المكاتب والمترو والشوارع يعني مشروعي الأساسيات كلها موجودة